موسيقى 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 رحبكم مشاهدينا من يديد مدري كفة الأخوة ففي بصيرتي تراني في السباق أعبر الشوطة بقوبة على هذا النهج انطلق لؤي علاي في تحدي الحياة رغم ضعف البصر احتواء الوالدين كان وراء زرع الثقة في النفس لتكون حافزا لينطلق ويكتشف جمال الحياة وتحمل تحدياتها حتى يكون عضو فعال في المجتمع اليوم مشاهدينا معانا الاستاذ المبدع لؤي سعيد علاي نرحب فيك معانا في هذا الصباح في صباح الشارقة يا لف سهلا استاذ لؤي كيف حالك الله يبارش فيك مشكوني على الاستضافة واللفط الطيبة نرحب فيك إن شاء الله ونحن نقولك بعد كل عام أنت بخير إن شاء الله أنت طيبين استاذ لؤي طبعا أنت حاصل على شهادة باكلوريوس في الآداب كلمنا عن تجربة الدراسة والتحديات التي واجهتها في هذه الدراسة في البداية أكرر شكري لكم لاستضافة واللفط الطيبة حقيقة تجاه أخوانكم من ذوي الإعاقة الدراسة طبعا الضعف البصر بدأ منذ الصغر فاندمجت مع أقراني الغير معاقين في المدرسة بشكل طبيعي وتدرجت الإعاقة إلى أن ضعفت طبعا من الطبيعي أن وجود إعاقة لا بد أن هناك مواقف تحدث وتحديات داخل المدرسة وبالتعاون بأسره زاهم الله خير الوالد والوالدة دعم مباشر حقيقة يعني تجاوزت هذا الأمر من الطبيعي أن كل مرحلة وكل ضعف بصري بمرحلة معينة أنت مر بتفهم بين الطلبة وبين المدرسين كيف تشرح لهم أن أنت ضعف بصر أو فاقد للبصر لأن ضعف البصر يختلف عن الكف الكلي صحيح فهنا الصعوبة يعني لله الحمد يعني لا يوجد شيء بلا تحدي وتجاوزنا المسألة بخير والله الحمد الله سلمك إن شاء الله وأكيد يعني خيله أي يعني عندك سجل حافل بالإنجازات والجواز على الصعوبات التي كانت تواجه الإنسان والتحديات لابد هناك في إصرار في تحدي أن أنا اليوم لابد أن أكون إنسان ناجح إنسان طموح لكن حدثنا شوي عن هذه الذكريات وعلى هذه الإنجازات والجوائز التي حصلت عليها والله أستاذي لما أصبح الموضوع يعني فقد البصر وصل إلى حد كبير بدأت أفكر الآن تغيرت الحياة من شخص شبه مبصر إلى شخص أصبح تحت خط الأبصار النظرة أصبحت مختلفة التحدي أصبح مختلف بدأت أحاول أثقف من نفسي أحاول أن أدخل دورات معينة بحيث أني أحاول أقرأ الشخص الآخر من غير ما أرى معيني بالسمع مثلا الأمور هاي بدأت معي على أساس أن إيش أبدأ مرحلة التحديات حقيقة اتهيت من الجامعة سنة 2001 وأنا حاليا أعمل بهيئة كهرباء أميال الشارقة رئيس وحدة الأعلام في إدارة خورفكان طبعا وصلت لهذه المرحلة منذ 1996 بدأت ككاتب عادي ولكن مسألة وجودي في العمل حطيت في هدف أني أكسر قاعدة وجود المعاق البصري منحصر في بدالة مثلا أو منحصر في أقسام معينة إلى أن ولله الحمد استطعت الوصول إلى ما أنا عليه طبعا هذا جانب العمري أما الجانب التطوعي والله الحمد دخلت لجمعية الإمارات للمعاقين بصريا كعضو عادي ثم ترشحت إلى رئيس اللجنة الرياضية تقريبا ثمان سنوات في الجمعية ثم كذلك رشحت عضو في اتحاد الإمارات لرياض المعاقين من أربع سنوات وكذلك الآن حقيقة من أربع سنوات رئيس اللجنة الرياضية بنادي خورفكان المعاقين وكاتب طبعا مقالات أسبوعية في شارق 24 بشكل أسبوعي كل يوم أحد هذا بشكل مختصر تنوع في المجالات التي اهتميت فيها لكن شويل يجدبني صراحة تخصص الأداب لماذا اخترت كلية الأداب؟ والله كلية الأداب يعني التاريخ يفتح الأفق حقيقة بالذات التاريخ الذي يقرأ التاريخ تتفتق لديه قريحة كبيرة يستطيع أن يقرأ من حول كل يعني ليشوف الحضارات القديمة يستطيع أن يتنبأ لحضارات القادمة الأداب بحر كبير يعني مثلا على سبيل المثال اليوم نحن بدورة الإمارات الطلبة الموجودين والحاليين إذا تبغى تضمن جيل ثابت و ذا و رواسق ثابتة يجب أن تعلم التاريخ تاريخ دولة الإمارات و إنها المنطقة اللي ما يعرف تاريخه يعني يجهل تاريخه راح يجهل مستقبله كذلك أو بار راح يضع لنفسه خطوط للوصول فالآداب و التاريخ بالذات حقيقة يعني يجعل الإنسان ذا بصيرة نعم اليوم ولله الحمد يعني التقنيات و التكنولوجيا اليوم في هذا العصر متطور جدا خويله أي بحيث أنه يعني أي إعاقة قد تستعان به هذه التكنولوجيا و تيسر عليه هذه الأمور أكيد هناك تيسير كبير في استخدام التكنولوجيا لكن بحكم أنك تجربت هذه التقنيات و هذه التكنولوجيا كيف ساعدتك اليوم على أنك توصل على ما أنت علي طبعا فاقد البصر لا يستطيع الكتابة و القراءة نعم بشكل مباشر ولكن اليوم التكنولوجيا مثلما أسلفت عملت ناقلة نوعية للمكفوفين نعم اليوم الكفيف يستطيع أن يقرأ و يكتب من خلال الموبايل الجهاز الموبايل نعم من خلال الكمبيوتر أصبحت برامج مزودة ببرامج ناطقة من خلالها تستطيع أن تعمل من خلالها تستطيع أن تكتب من خلالها تستطيع أن تدخل لمواقع كتب السمعية نعم كذلك في العمل كذلك هذه البرامج تساعد في أنك تقوم بشكل شبه طبيعي بالعمل اليومي نعم كذلك تفتح حسابات اليوم تشوف شخص كفيف عند حساب في تويتر عند حساب في انستجرام فالمجتمع يمكن شوي يستغرب من هذا الجانب ولكن هذه البرامج مدعومة حقيقة للمساعدة المكبوفين جميل تكلمنا عن أنت جوانب أستاذ لؤي لكن في جانب نحب أن نمر عليه وهو تجربتك في 2012 في أولمبياد لندن خبرنا شوي عنها في أولمبياد؟ لندن نعم تجربتي أولمبياد لندن كنت إداري وقتها الحقيقة يمكن هذا موقف ما أنساه تصادف زيارة صاحب السمو الشيخ دكتور صبران محمد القاسمي إلى المقر البعثة وهذه الزيارة كان قبلها طبعا نحن كنا رايحين على أساس أننا نحقق ميداليات ولكن سبحان الله في البدايات كانت شوي الأمور متأزمة ولكن بعد زيارة سموه وجلوسه مع اللاعبين مجرد ما خرج ثاني يوم على طول حصلنا على ثلاث ميداليات هنا الفرق يعني وجود القادة ملازمين مع اللاعبين سواء كانوا معاقين أو غير معاقين مجرد التحدث معهم مجرد توجيههم تحفيزهم على طول الشباب جاءها فمن المواقف اللي ما أنساه حقيقة سنة 2012 فعلا زيارة صاحب السموه اللي عملت الفارق حقيقة يعني واستقباله هنا لنا بعد أولمبياد مباشرة هذه من الأشياء اللي ما أنساها في حياتي كثير أكيد من الاهتمامات وأكبر اهتمامات الجوانب الأسرية اليوم وكثير من الناس أصحاب اللعاقة يعني قد يئسون ساعات من أن أنا اليوم كيف راح أكون مستقر أسريا نفسيا قد يعاني لكن اليوم أنت عندك إيمان راسخ أن الاستقرار الأسري هو يعني من أهم جوانب الحياة كيف حققت هذا الجانب والنجاح الأسرية؟ حقيقة أوجه بالبداية شكري الجزيل والشكر هذا حقيقة يعجز يعني أمام والدي والدي من البداية اكتشافهم وضعنا الوضعي الصحي اللي هي تدخور البصر أهتمامهم فيني الأسرة لما تكون مستقرة بشكل طبيعي تخرج ناس مستقرية اليوم لو لاحظتم فيه خبر نازل صاحب السمو يتفاعل مع وحدة طلعت قالت أنه فيه إزعاج عندي فمباشرة قال الأسرة أهم شيء عندنا صديقة الشارقة فمن خلال يعني استقرار الأسرة طبيعي أستاذي أن يخرج الشخص مستقر صحيح على جانب آخر هذا الاستقرار ينتقل إلى الأجيال الثانية الأخرى صحيح إذا كانت الأسرة مستقرة راح ينتقل الاستقرار للأبن وكذلك ينتقل لأبن الأبن طبعا نناشد دائما ونوجه بأن الأسرة هي النوال حقيقية لإخراج أبطال وعلماء ومبتعين أستاذ لأي تكتب المقالات لكن بالنسبة لي كتابك متى سيارة النور كتابي حقيقة مبصرونة ولكن هذا شغال فيه قاعد أكتب فيه ولكن أنا لأخر أصدار الأحداث المتتالية للمعاقين سابقا ما كان في مجلس استشاري الآن في مجلس استشاري وأنا أعضو في المجلس استشاري لأصحاب الهمم سابقا ما كان المسمى أصحاب الهمم دارج فأنا كلما أحاول أنهي أكتشف أن السجل هذا سيضاف وأنا حقيقة لا أريد أن أزل الكتاب يضع على الرف لابد أن يكون الكتاب مفيد للمجتمع للمعاق نفسه للأسرة تجربتي لابد أن يكون حقيقيا ليقرأ فعلا يعني يكتسب منها شيء بحيث أنها ساعدة فإن شاء الله لا يكون بعيد وطبعا لكل كاتب أفكارها الخاصة لكن هناك أكيد الإلهام بالنسبة للكتابة اليوم وين تستلهم هذه الأفكار وين المصادر التي تكسب منها هذه الأفكار العتمة تشعل الإلهام حقيقة يعني العتمة التي مريت فيها أنا والناس قد الناس تقول والله هي ظلمة متعبة ولكن أنا من خلال مقالاتي هي التي تشعل الإلهام في داخلي قضايا المجتمع الموجودة نعم نقل الحس الآخرين يمكن تجربتي للمجلس الوطني دخولي لانتخابات المجلس الوطني لمرتين وحاول إيصال صوت المعاقين من خلال هذا المقعد ما كان الهدف وصول فقط كان الهدف فتح طريق للآخرين للقادمين من بعدي الكتابة استثمرتها حقيقة بنفس الاتجاه نقل صوت هذا المعاق بالبداية ولقيت أن المشاهدين أو القراء قلة إذا كتبت عن المعاقين في البداية ولكن توسعت بشكل عام للمجتمع الشاب المرأة الرجل أي شيء يلامسني أنقله عن طريق القلم ونزله بشكل مقالات أستاذ لؤي نصيحة توجهها للشباب خصوصا الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة نصيحة حقيقة لا يستعجلوا الأهداف لا تحقق بيوم وليلة الصبر لا بد أن يكون هو المفتاح الحقيقي لأي هدف يعني قد نمر بظروف سواء معاقة أو غير معاقة طبيعي أن يمر بظروف يمر بأزمات ولكن الصبر والمثابرة والقراءة والثقافة هم مفاتيح حقيقيين حقيقة للوصول للأهداف المرجوة نعم أستاذ سعيد أو أستاذ لؤي كل شكر وتخدير لك على قدومك وعلى هذه الجهود والله يبارك لك ويبارك عليك إن شاء الله تعالى ونتمنى لكم توفيق بإذن الله في المستقبل بإذن الله تعالى شكرا شكرا إزاكم الله يستعلكم مشاهدين الكرام كل شكر وتخدير مرة أخرى للاستاذ المبدع لؤي سعيد علاي وننتقل إياكم مشاهدين الكرام إلى فاصل موسيقى سريع وراجع لكم إن شاء الله